السلام عليكم ازايكم يا حبيبي عاملين ايه انا بتفرغ على قنوات كتيرة جدا اجنبية وعربية كمان عاملين يحتفلوا بالكريسمس وشجرة الكريسمس وبابا نويل والنجمة ولا كأن في حاجة حصلت بس انا جاية النهاردة احتفل بقى بالكريسمس بس بطريقتي احنا هنعمل الشجرة هنعمل شجرة الكريسمس بس عليها عالم فلسطين وده اقل حاجة احنا نقدر نقدمها لاني مفيش في ادينا حاجة وهنعملها النهاردة بمتقونات كلها موجودة عندك في البيت مش هتكلفك اي حاجة بس دي اقل حاجة اللي احنا نعبر عنها لايك وشير ونبتدي الفيديو اول حاجة هعمل العالم انا عندي ورق اشعة قديم خلص بقى لك سنين ومركون ومرضة شرمية قلت اكيد هيبقى ليه فايدة وفعلا الفايدة بتاعته جت انا قلت حرسم عليه العالم عندي ناحية ناحية كده البيضة هقلبه الناحية التانية الناحية اللي في الظهر كده بيضة هبتجي ارسم عليها عالم فلسطين انتي ممكن لو عنديك ورق مقوي ورق ابيض ممكن تعمليه بس ميزة الورق الاشعة ده انه هو ما بيتقطيعش واجيب المصارة بتاعتي وهبتجي ارسم عالم فلسطين طبعا كلنا عارفين عالم فلسطين اللي هو تلاتة وعالمية كده مسلس في النص انا هرسمه دلوقتي وورهه لكم لازم التلاتة يبقوا متساويين انا بتمنى ان الفكرة بتاعتي دي تبقى فكرة عامة وبدل ما نعمل شجرة الجرس مس عليها النجمة لا نعملها عليها عالم فلسطين والله يصدقوني دي اقل حاجة يمكن نعملها لهم حبتجي بقى الون العالم بتاعي بورق الفوم طبعا تعرفين عالم فلسطين الحتة المسلس اللي في النص ده بيبقى احمر وفوق بيبقى سود وفي النص بيبقى ابيض وتحت بيبقى اغضر انا كده جهزت المسلس اللي في النص حبتجي اجهز الجزء اللي تحت واقص على قد العالم اللي انا معلمها انا جهزت كده اول حاجة الخضرة وبعدين قصت على نفس ما اسها البيضة وبعدين هقص اللي هو اللون التالت الاسود هبتجي بقى الزقب الشمع بتاعي كل اللون في مكانه وبعد ما خلصت هبتدى الساوي العالم من هنا ومن هنا عشان يبقى متساوي معايا وكده انا خلصت اول حاجة العالم شايفين شايفين العالم متساوي وحلو ازاي قلوبنا معاك يا فلسطين جي كارتونة بتاعت ولق لور كان عندي وخلص يعني فاحتفصت بالكارتونة بتاعته حلزقها بقى على العالم في ظهر العالم كده هجيب المصدس بتاعي وبتجي ألزق العالم عليها ده كده ضهر العالم بتاعي لا انا مش هخليه كده هجيب ورقة بيضة وحلزق عليها ضهر العالم بالشكل دوت كده العالم خلص معنا هبتجي بقى اعمل شجرة الكريس ده حامل عندي قجيم يعني ومقصور فانا هستغله وعمل به الشجرة انت ممكن تعملي ثلاث خشبات لو عنديك خشب ممكن تعملي باي حاجة عنديك بس انا دوت قلت استغله وعمل به هبتجي بقى اخده وثبت علي العالم بالسلو تيب كده انا خلصت وثبته قويس جدا شايفين مش هيقع ولا حيفلت منك ولا اي حاجة خالص هبتجي أجيب اللي هي الشرائط بتاعت الزينة دي تعرفينها اللي هي بتاعت عياد الميلاد وابتجي ألفها على الحامل بتاعي وابتجي برضه اجيب وراء الفون واكمل تحت بيه زي كده لو وصلت لغاية هنا يبقى اكيد عجبتك الفكرة او عجبك الفيديو ما تنسينيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان اي فيديو جديد بعمله يقدر يوصل لك فضلا وليس امرا وادي الشجرة بتاعتنا خلصت احلى شجرة للكريسمس السنة دي حنسميها شجرة فلسطين ممكن بقى تحطي عليها نور ممكن تنوريها بحاجات موجودة عندك في البيت احنا عملناها واجه اخر الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة